السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو قارن بين الاستقصاء والمقاطعة والوصول المباشر إلى الذاكرة من حيث التشغيل والكفاهة والاستخدام جميع الطرق الثلاث الوصول المباشر إلى الذاكرة جميع هذه الطرق هي آليات لإدارة الاتصالات ونقل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية والأجهزة الطرفية يتم استخدامها للتعامل مع طلبات الأجهزة الطرفية والتأكد من معالجة وحدة المعالجة المركزية للبيانات بكفاءة للإجابة على هذا السؤال ومن الممكن العديد من العسل الأخرى المتعلقة بهذه الآليات يجب فهم طريقة حمل كل منها كما نعرف في الاستقصاء تتحقق وحدة المعالجة المركزية بشكل متكرر من حالة الجهاز الطرفي لمعرفة ما إذا كان يتطلب عملية إدخال إخراج أم لا أي أن وحدة المعالجة المركزية بعد تنفيذ كل تعليمه أو مجموعة من التعليمات تتفقد جميع الأجهزة الطرفية واحداً تلو الآخر إذا كان أي من الأجهزة بحاجة إلى خدمة يجب أن تقدم هذه الخدمة وإذا لم يكن أي من الأجهزة بحاجة إلى خدمة تستمر في تنفيذ التعليمات طبعاً في هذا حذر للوقت حيث في العديد من الحالات لا تحتاج أي من الأجهزة إلى خدمة وبهذا فإن وقت وحدة المعالجة المركزية لتفقد الأجهزة الطرفية أو للتحقق فيما إذا كان أي منها بحاجة لإدخال إخراج جميع هذا الوقت هو وقت ضائع تحتمد المقاطعة انت الربط وهي الأكثر انتشاراً آلي أخرى وحدة المعالجة المركزية لا تقوم بتفقد الأجهزة الطرفية أو التحقق من وضعها إذا كان أي جهاز طرفي يحتاج إلى خدمة فإنه يطلب هذه الخدمة ومن هنا أتت التسمية بالأصل وحدة المعالجة المركزية تنفذ التعليمات واحدة والأخرى إذا وجدت أن بيت المقاطعة يشير إلى عدم وجود مقاطعة تستمر في التنفيذ أما إذا وجدت أن بيت المقاطعة يشير إلى وجود مقاطعة فإنها ستتوقف عن تنفيذ البرنامج الرئيسي وتنتقل إلى خدمة المقاطعة وكما نعرف يشمل هذا استدعاء إجراء أو روتين خاص لخدمة المقاطعة يسمى هذا الروتين انتربت سيرفيس روتين وبعد الانتهاء من الخدمة تستانف تنفيذ البرنامج كالمعتاد إذا كان حجم البيانات المطلوب نقلها كبير جدا فإن أداء وحدة المعالجة المركزية سينزل حيث تبقى مشغولة للتحكم بهذه العملية ولهذا الغلط طورت العلية DMA الـ DMA Direct Memory Access هو معالج بسيط يتحكم بعملية نقل البيانات من أو إلى وحدة المعالجة المركزية إلى أو من الوحدات الطرفية أو حتى الذاكرة وحيث أن الـ DMA هو الذي يتحكم بعملية النقل فأثناء عملية النقل تتحرر وحدة المعالجة المركزية للقيام بمهام أخرى وهذه هي الفكرة الأساسية من استخدام الوصول مباشر للذاكرة DMA طبعا وحدة المعالجة المركزية في بداية التمرير تمرر المعلومات اللازمة إلى المعالج DMA ليتمكن من التحكم بالعملية وبعد انتهاء عملية نقل البيانات يقوم المعالج DMA بإعلام وحدة المعالجة المركزية أن عملية النقل قد تمت في العديد من الحالات أسأل الطلاب السؤال التالي ما هي المعلومات التي يجب أن تقوم وحدة المعالجة المركزية بتزويدها إلى المعالج DMA لنقل كمية من المعلومات مثلا من الذاكرة إلى القرص كل ما نحتاجه هو مؤشرات البداية في كل من الذاكرة والقرص وحجم البيانات المطلوب نقلها في هذه الحالة ينفذ تكرار بسيط للتحكم بعملة النقل ننقل البيانات المعنونة بواسطة المؤشر الأول إلى الموقع المعنون بواسطة المؤشر الثاني نزيد كل من المؤشرين وننقص العداد الذي يمثل حجم البيانات المطلوب نقلها نستمر في هذا التكرار حتى يصل هذا العداد صفر وبهذا نكون قد نقلنا عدد الباية المطلوب من المصدر إلى الهدف بدون تدخل من وحدة المعالج المركزية مع هذا الفهم للأمور يمكن إجراء أي مقارنة نرغب بها Regarding operation and pulling the CPU repeatedly checks the status of a peripheral device to see if it requires attention أي أن وحدة المعالج المركزية تتفقد بشكل دوري جميع الأجهزة الطرفية أو أجهزة الإدخال للتحقق فيما إذا كان أي منها بحاجة لخدمة in interrupt the peripheral devices sends an interrupt signal to the CPU when it requires service the CPU suspends its current task handles the interrupt service routine and then resumes its previous tasks DMA allows peripheral devices to transfer data directly to or from memory without CPU intervention Regarding efficiency Pulling is CPU intensive because the CPU continuously checks the device status leading wasted CPU cycles when the device does not need service interrupt is more efficient than pulling because the CPU only services the peripherals when necessary allowing it to perform other tasks in the meantime DMA is highly efficient as it floats the data transfer workload from the CPU allowing it to perform other tasks Regarding use cases Pulling is suitable for simple low-speed devices where the overhead of checking status is minimal compared to the overall processing time interrupt is ideal for devices that require timely processing without constant monitoring DMA is best for high-speed data transfers and applications requiring larger blocks of data movement دائما تذكر أن DMA فعال إذا كنا بحاجة لنقل كمية كبيرة من البيانات شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقل